السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرار رفع رواتب القطاع الخاص إلى 4000 يدخل حيث التنفيذ دخل اليوم الأحد قرار رفع جور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4000 ريال حيث التنفيذ لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشآت وتضمن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبا عدم احتساب منتقل رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل ويطبق القرار بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18-11-2020 وتنتهي الفترة المحددة اليوم الأحد وكانت الهيئة العامة للأحصاء قد كشفت أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 48% مليون مشتغل بنهاية الرابع الثالث من عام 2019 وبلغ الأجانب منشآت القطاعين الخاص والعام نحو 56% مليون عامل بما يمثل 77.4% من إجمالي المشتغلين فيما بلغ عدد السعوديين نحو 91.1 مليون عامل بما يمثل 22.6% وحسب البيانات فقد كان أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص وذلك بنسبة 96.7% من إجمالي المشتغلين بما يعادل 98.9% مليون مشتغل بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 275.8 ألف عامل وهو ما يمثل 33.3% من الإجمالي وحسب الجنسية فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص وذلك بنسبة 87.3% بما يعادل 61.7 مليون مشتغل بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242.8 ألف عامل بما يمثل 12.7% كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص وذلك بتسعة وتسعين ونصب المائة بما يعادل 56.5% مليون عامل بينما تشتغل نسبة ضغيلة منهم بمنشآت القطاع العام وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال إضافة السعوديين على المنشآة ومرور نحو 26 أسبوع للتأكد من انتظام السداد وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشآت فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوع متصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر